البنت عندهم أحسن من الولد والراجل بيقعدين أضف ويطبخ ويرب العيال والستة هي اللي بتخرج تشوف شغلها علشان كده مهرها ممكن يوصل لمليون جنيه حتى لو مش جميلة قوي المهم بتدخل كام من شغلها أسرار عالم الهنجرانية في مصر هتصدمك من تفاصلها يا ترى للستة عندهم أحسن من ميت راجل وإيه هي قوانينهم اللي محدش يقدر يخلفها كل دو أكتر هتعرفوا بس اتبعني في الفيديو ده لحد دلوقتي ناس كتير في مجتمعنا بيفضلوا الأولاد عن البنات باعتبرهم إنهم هم اللي هيشيلوا اسم الأب وده كلام بنسمعه من زمان جدا والحد دلوقتي كتير مقتنع بي والمعروف برضو في المجتمع الشرقي إن الراجل هو المسؤول على الإنفاق على بيته ومصاريف ولاده بس العالم اللي هحكي لك عنه النهاردة عكس تماما اللي متعودين عليه هتلاقي فيه الست هي الكل في الكل والراجل هو اللي بيسمع كلامها وقاعد في بيته مستني تديره المصروف علشان كده هم بيفضلوا جدا البنات وبيتصدموا ويحزنوا قوي لما بيجي لهم ولد وحياتهم عموما عكس اللي نعرفه وتقاليدهم غريبة جدا والكلام هنا عن عالم الهنجرانية اللي اسمعنا عنه واشفناه في كتير من المسلسلات والأفلام بس اللي بنشوفه ونسمعه ما جيش واحد في المية عن اللي هتعرفوا عنهم واللي موجود فعلا على أرض الواقع وحسب أحد المواقع قال إن في قوانين الهنجرانية خلفة الولاد مش أحسن حاجة لأنهم ما بيجيبوش فلوس أما البنت فهي بالنسبة لهم كنز حتى في حالة جوازها فمهرها ممكن يعدي المليون جنيه دراسة قام بيها الدكتور نبيل صبحي أستاذ علم الاجتماع كشف فيها العالم الغامض للهنجرانية وقال إن أشهر المهن اللي بيمتهنوها الهنجرانية هي النشل والسرقة ودايما بيكونوا وقفين قدام محلات الدهب أو البنوك علشان يشوفوا شغلهم كويس ورغم إن على طول بيتقبض عليهم إلا إنهم لست محافظين على المهنة وده من غير ما يترجعوا لأن هدفهم هو جمع المال حتى لو ده قصاد حياتهم وزي ما قلنا إن البنت أو الست هناك هي اللي بتصرف على البيت وبتقوم بكل مهام الراجل علشان كده لما بيجوا يتجوزوا مهرهم بيكون أعلى من بنات الأغنية بس في عالم الهنجرانية مهر كل بنت بيتحدد على أساس حصيلة سرقتها ودخلها السنوي من سرقتها مش على أساس جمالها أو رشقتها الست عندهم بتصحى الصبح وتخرج من بيتها علشان تدور على رزق الأسرة والزوج هو اللي عليه باشر أعمال البيت من تنظيف وطبخ وتربية الأطفال وانتظار زوجته لحد ما ترجع البيت بالفلوس عالم زي ده ما تتوقعش منه إنهم يدخلوا مدارس أو جامعات لأنهم بيتعلموا حاجات تانية خالص وهي السرقة لدرجة إن فيه هناك أساد زل السرقة هدفهم تدريس علوم السرقة والهرب بعدها وطرق مشغلة المجني عليه أثناء السرقة وإزاي يحددوا الناس اللي هيسرقوها وطريقة أصل مشغولات الذهبية بخفة يد من غير ما يحسوا وإزاي يتخفوا علشان ما حدش يعرفهم سر من أسرار الهنجرانية اللي مخليهم مكملين هو إنهم بيحكمهم قانون ما حدش يقدر يخلفوا وبيمشي على الكل أولها هي السرقة التامة في شغنهم وعدم إفشاء أسرارهم بالإضافة لحفظ حقهم من بعض والأغرب إنهم مقسمين الشوارع تقسيم جغرافي ومعروف إن كل شارع مخصص لمجموعة معينة هي المسؤولة عن السرقة والنشل فيه ولو في حد حب يتزاكى وراح يسرق منطقة مش بتاعته فالغنيمة بتتقسم على الكل ولو كرر الموقف ده تاني بيسلم الغنيمة لصاحب المكان أو بمعنى أصح الأسرة المسؤولة عن السرقة في المنطقة دي ودلوقتي قل لنا عمرك قبلت حد قبل كده من الهنجرانية ولا لا موسيقى